اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين خلال راحب بضيف اللي بنوورني ومشرفني النهاردة كابتن ايمان منصور مسالفولها كابتن ايمان مسالفول عليك بشوبير وسعيد بيك وسعيد بستاذ المشاهدين ده نورك والله حبيبي اخبارك ايه الحمد لله تمام اخبار احمد ايمان منصور ايه طم منه تمام الحمد لله كويس هو دلوقتي يعني الحمد لله رب العالمين بيتمرن ومنتظم في التدريبات مع نادي بيراميدز لعب المباراة الودية مع الزمالك. مع الزمالك ديت الزمالك اهل عباة كلها والحمد اللي يعني يعني يكمل مباراة بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكرم. اخوه في ان دلوقتي محمد مشكي اخوه اخوه آه محمد يعني كان اخر حاجة كان اا الداخلية و بعد كده خلاص يعني. والله اختار ال اه. هو ما قادرش يبدعن الزمالك بصرح. رجح يبقى مدربة ولا ايه. اه ان شاء الله. ببخير. شكل كبيلي. ان شاء الله. عندنا اكتر من ملف. عندنا ملف في المنتخب. عندنا ملف في الزمالك. وعندنا ملف في الهجوم بصفة عامة. وروس الحربة في مصر. ان عندنا ظاهرة دلوقتي وهي ظاهرة اللعيبة الاجانب الكتير. اه. في المركز ده لكن خلا نبدأ بمنتخبنا ال الوطني. النهاردة بقى بدأ المعسكر النهائي اللي اه منتخبنا استعدادة للمباراتي ليبيا. بس هقول لك برضو ليبيا بيعملوا ايه? اه. ليبيا خلصوا معسكرهم اللي بدأ يوم اربعة وعشرين في تركيا. تركيا اه. وبيخلصوا النهاردة وجايين بكرة على اسكندرية. وعندهم امال وطموحات وده حقهم ان هم يتعهلوا ان هم يسعدوا على رأس المجموعة. قبل ايام اه من المباراة اه او من المباراتين شايف الدنيا ماشي ازاي. والله انا بول برضو يعني يمكن التركيز بتاع منتخب الليبي يمكن افعل على نفسهم من بدري. صحيح. الفترة الاخيرة ديت وعملوا معسكر اللي هو اللي كان في تركيا وادروا ان هم اه. وكانت تجربة نكحة قبل المباراتين انجولا والجابون. بالزبط. بالزبط كده. نعم. فانا شايف ان برضو يعني احنا اه او منتخب مصر اه هيقابل خصم القوة وعنيت. نعم. اه برضو اه للعابة اللي فيه. لاصرارهم ان هم دلغاية دلوقتي متصدرين المجموعة. نعم. اه انا شايف المباراة مش هتكون سهلة. احنا بيدينا منتخب مصر. اه طبعا جهاز الفني ليه كل اللي احترام والتقدير. اه احنا ممكن نسهل مباراة العودة. اه. ممكن نصعبها. اه. ان شاء الله بالاداء اللي هو اللي كل اه مصري بيأمل ان هو اه يبقى فيه اداء كويس. والنتيجة قبل الاداء. نعم. لان النتيجة بتفع كثير جدا. طبعا. احنا عايزين ان شاء الله بازن الله اه نتطمل على المباراة الاولى هنا. مم. وان شاء الله احنا كلنا عندنا عندنا سقة طبعا في في لعابية مصر وكلها. ايا كان بقى كبشو بيل. مم. يعني خلاص الامور كلها. بالنسبة للاختيارات. نعم. طبعا. اه بالنسبة للعيبة. بالنسبة للإدارة. بالنسبة للجهاز الفني. ان شاء الله الفتر اللي جاي بقى العامل كله والتركيز على اللاعبة في الملعب. فده اللي لازم نعمل عليه من دلوقتي. ما فيش بقى حاجة تشتت تركيزهم او انتباههم. الرجل يحط تصوره. يحط الطريقة بتاعته. يحط الخطوط اللي هي متفاهمة مع بعضها. ان شاء الله ربنا يوفاه بحيث ان برضو المساعدين. اه كابتن دي وكابتن محمد عبدالشافي. محمد شاوي اسف. فطبعا اه كابتن وائل جمع برضو ان هما يقدروا يساعدوه في حاجات هو محتاجة. هو محتاج يعني زي ما تقول اللي هو يوضح له الرؤية. وهو ليه الحق الاصيل ان هو يا ياخد بالرؤية او بالرأي يا اما. طب السؤال. بس توضح ليه بس. هل شايف الرجل في خلال الفترة الاسرة دي قدر يعرف كل حاجة في رقيتنا من نقاط قوتنا. النقاط اللي محتاجها شوية تركيز او على الاقل لوصل لاربعتاشر خمستاشر لعيب بقوا من الكيان الاساسي بتاع منتخبنا الوطني? الفترة الاخيرة ديت يمكن مفيش تغيرات في في المنتخب اوة كابتن. نعم. يعني في عناصر سبتة هتلاقيها سبتة الفترة اللي فاتت ديت. اه اه يمكن تغيرات في اه اتنين تلاتة لعيبة. اه. لكن انا شايف ان ان برضو اه مستر كروش اه مش كل حاجة هيشوفها في في المباراة من خلال المشاهدة الفيديو. نعم. لازم يشوفها على الطبيعة. صحيح. ولازم يحط تصوره اللعيبة اللي قدامة دي التوظيف بتاعها يبقى ايه بالنسبة للمباراة القادمة? لان طبعا اه اه شيء انك تتفرج على مباراة في الفيديو. وشيء انك تتفرج على المباراة على الطبيعة. نعم. اه انا شايف ان برضو لعيبة مصر هتساعده بشكل كبير جدا. مم. يعني ان ان شاء الله لعيبة في تلات تربع لعيبة ما شاء الله دلوقتي اخترارات اللعيبة المحترفة كتير. مم. اه اللعيبة اه على اه جهزيتها طبعا اه ما شاء الله اه يمكن اه اللعيبة المحترفة كلها اه قول تمانين تسعين في المائة جهزيتهم كويسة. مم. اه هي بقى التوليفة اللي هو يعملها. مم. اه ان شاء الله بازن الله احنا بس عايزين له ان هم يوفق في اختيار التشكيل المناسب للمباردين او المباراتين دول. طيب. انا شايف ان هو يعني عنده عناصر كتيرة جدا 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 جدا. وبعدين عايز اقول حاجة كبشو بير يعني احنا اه برضو يعني اه ممكن راجل وجهة نظره ده احنا نديله الصلاحات الكاملة ان احنا بنقول له تفضل. الشيء نعم اباين لازم نعم صلاحاته كاملة. صلاحاته كاملة. طبعا. وهو اختياراته دي. دي بتاعته حقه اصيل ليه. اه احنا نقول بقى انه ندعم وراه ونشوف انه اه فكر جديد وتشكيل ان شاء الله من دماغه وهو بين شخصيته قوية طبعا. واضح واضح. واضح احنا شخصيته قوية. في الفترة الجادة احنا بس عايزين ايه? ان شاء الله بازن الله الراجل يركز ويسيبه من اي حاجة خارج النطاق اللي هو الملعب لانه تركيز مباراة ليبيا دي. مهمة جدا. البداية بتاعتنا اه يوم تمانية هنا في مصد ان شاء الله. مباراتين فرات الاهمية توقيتهم. تمانية احد عشر اه. اه. اه يعني هي التوقيت بتاعهم انت ابناهي موسم اه استثنائي وموسم صعب جدا. واللي جاي برضو هيبقى ربنا يوصر فيه. وانا الاستثنائي بها هو الاساس. اه. لكن لكن برضو معلش اه العابتنا عندها القدرة ان هي ترجع بسرعة. وترجع بسرعة اه حتت بقى ان اسرارك وعزمتك وعاز توصل لفين ومكانة بتاعتك فين. مهمة جدا جدا جدا. فانا شايف ان مبارات اه ليبيا دي او مباراتين ليبيا دول الانطلاق بتاعت منتخب مصر ان شاء الله. الجهاز الفني المساعد. واخصد يا السيد محمد شوئي ارسام الحضري واق الجمعة. دوره شايف انها هيكون اكبر اعظم شوية على الاقل خلال المرحلة الاولى دي. اكيد طبعا يعني هو مفيش مفيش صغيرة وكبيرة الا لما يكونوا يشركوا آآ مستر كروش معهم. آآ فطبعا آآ لازم هما زي ما تقول مثلا ايه? يبقى كتاب مفتوح بالنسبة لآآ مستر كروش. طبعا آآ ان هو كل صغيرة وكبيرة بيبقى آآ هو محتاج دلوقتي محتاج فكرة عن كل صغيرة وكبيرة في في المتخب كبشوية. عايز. 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 فمحتاج الدعم بتاعهم. محتاج ان هو ان هما يقفوا جنبه بشكل كبير. هما لازم نافوا جنب ده المشكلة. يعني هما دي بقى التوضيح ده حتى لو حاجات صغيرة كابتو شبير ان هما لازم اتضعوله. آآ. كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للعيبة المصرية بالنسبة للعيبة اللي هتنضم اللعي اللي مشت. وبعدين اللعيبة مشت ممكن المرة دي فرصتك مش موجودة الفرصة المرة الجاية. آآ. تبقى موجودة. يمكن احنا مرينا بيها كابتو شبير. طبعا. وكان في منتخب عسكري كنت معاك وفي منتخب لو حضرتك تذكر دي كويس جدا. وانا رايح مع المنتخب العسكري. مم. وسجلت تلت اهداف هناك. مزبوط. والكابتن جوهري فضل قالك لا ارجع مع المنتخب العسكري. مم. ولعبته وحضراتكم المباراة هناك. وجيه بعد المباراة دي. ضمني. حاصل. للمنتخب على طول. نعم. لان في وارد ان انت ممكن تشارك. ممكن ما تشاركش. ممكن المباراة دي بتاعة ناس. مباراة دي التانية دي بتاعة ناس ثانية. مم. لكن بنقول ان الراجل ليه كافة الصلاحيات ووجهة نظر تحترم الفترة اللي كان. مش عايز الكلام مفيش فصال. خلينا اسألك عن مباراة لابيريا ومدى الاستفادة من هزا اللقاء. رغم ان احنا باللعب الصف التاني او لكنه مجرد انت بتلعب مباراة ومنتخب قدام منتخب. على الاقل بدي لك الاحساس انك في مباراة رسمية. يعني مهمة جدا ان انت عملت المباراة دي كافة شو. مهمة. اه مهم طبعا ان انت تعمل مباراة حتى لو اللعبة ما قدتش فيها بشكل كويس. بس برضو ان انت ممكن يعني في تركيب الجنب مع بعض وممكن هتبقى وجهة نظرك ايه نص الملعب ازاي 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 تربط بين آآ خط الظهر ونص الملعب تربط بين نص الملعب وخط الفرود الفرود. فانا شايف برضو ان مهمة جدا الراجل المباراة دي بتزهر له حاجات كتيرة جدا. نعم. وغير المباراة ان انت بتيجي تلعب مباراة اسمية على طول. نعم. وده اللي كان ينقصنا في الموسم اللي هو اللي كان السسناء دي. نعم. طبعا. نعم. طبعا. فآآ عشان يوقف برضو على مستوى كل العيب مع ان المباراة مش هتبين مباراة برضو معلش منتخب لايبريا. مش بالمنتخب القوي يعني. طبعا. احنا برضو نقدر نقول لا ده احنا وجهنا منتخب قوي لا. مم. فاحنا شايفين برضو معلش مباراة دي على الرغم من هي مباراة يعني نقول التصنيف التاني او اه التصنيف التاني او التالت. لكن برضو كل واحد اللعيبة ممكن الراجل يكون خد فكرة عنه ولو بنسبة مثلا تلاتين اربعين في المية. فدي برضو تديره فكرة عن اللعيبة كلها. عن الشكل هلعب بازاي. الوضع التركيبة بتاعته بالنسبة اللعيبة المحترفة او اللعيبة اللي هي المحلية. فانا شايف ان المباراديات على قد ما هي اه كانت برضو اه المستوى الفني بتاعها قليل. لكن استفدنا منها بشكل كبير ان شاء الله. هل خصت بقى استبعاد افشا واستبعاد اه محمد شريف خلاص خلصت يعني الدنيا اه هديت ودور الاعلام هنا يبقى شكله عامل ازاي الفترة القادمة. لا انا انا بقول برضو احنا يعني اه وارد وارد طبعا ان انا يتم اختياري او ما يتمش اختيار. ده حسب رؤية الجهاز الفني. نعم. ومسر كروش. اه يمكن هو محتاج اه هيلعب بشكل ما او بطريقة ما. اه صعبة جدا برضو ان هي هي المشكلة ان محمد اه اه محمد شريف طبعا احرز هدفين في المباراة دي. ويمكن كان هو الهدف في الفترة الاخيرة دي تكون لها يعني. فانا شايف هدف دوري وفي المنتخب. طبعا. نعم. فطبعا دي كانت بتبقى يعني. على فكرة. خاصية شوية او. صعبة شوية. انا مجرد تواجدي في المكان الصح ده نجاح لراس الحربة. ده حتة. انت شو انت اكترات هذا بتكلم فيها يعني. بالزبط كده. نعم. يعني فيه لعيب لعيب صندوق بس. اه. انا كنت بالاول باخد مرعب بالطول بالعرض. اه. لغاية ما كنت مدافع عند المرمى بتاعي. اه. فلما بتدت اركز في الصندوق بس. اه. كان حصلتي من الاهداف. عالية. الحمد لله عالية. نعم. وتلقيت هدف سنة في موسم. اه. هدف الدورة في موسم. فبالتالي برضو يبتدت اركز في الحتة دي. نعم. اختار يعني بالاحساس كده بيت عارف. مصبوط. ازاي هسجل الهدف. اه. في لعيبة بقى بتخرج نفسها بره بره السندوق ده خالص. لكن انا بقول ان انت الاساس. اه. ان انت كل اللعبة دي بتخدم عشان انت بتحرز الهدف. مصبوط. شايف. انه برضو بالنسبة للشريف وبالنسبة للأفشة. انا شايفت النهاردة برضو ان بنحطوهم في الايمة. العربية. العربية. فبالتالي كل الراجل عايزين ندينه مساحة ان هو يفكر من غير اي ضغوط الفترة اللي جاية. اهمنا كله او الشاغل بتاعنا كله ان احنا نفكر في مبارتاي ليبيا الفترة اللي جاية. لان طبعا اه مش عايزين بقى ان نستمر في حتة ان اه. الجادة اللي بقى. اه. شريف او وناهي. ناهي الدوري بشكل رائع. عمل مصب رائع. للأمانة. فطبعا انا شايفه مصطفى فتحي برضو كان كمان حاجة جميلة يعني. بس فتحي الحاجة الوحيدة انه ملعبش منتخب مسلا. بالزبط كده. كان بايتش وقع المنتخب. عمل مصب من اروع ما يكون بالزبط كده. فبالتالي يعني برضو اه الراجل احنا بنقول ايه لما بدنا وكلامنا ان احنا الراجل بنديله المساحة وبنديله كافة الصلاحيات انه يشتغل بتركيز اكتر. انه يشتغل انه هو ما فيش بقى حاجة. احنا نقعد نمد في الناحنا اه لا نبكي بقى على افشة. او نبكي على شريف اه ليهم كل اللي احترادوا. بالزبط كده. هو معترض بيهم بدليل انهم احطوا في في القايمة العربية كبتشو بيل. نعم. فطبعا الراجل اللي ايه الصلاحياته بالفكر بتاعه الفني ولازم نحترمه جميعا. هو حط كل اللي استبعدهم حطهم تاني في القايمة العربية. بالزبط. يعني مهند واحمد اه سامير وكل. وعلي جبرو. وكل. وعلي جبرو. بالزبط. لهم حطهم. خلينا اسألك عن مباراة ليبيا. لانه انا انا يعني اه بعرف كرة الليبية عن قرب واصدقاء كتير جدا سواء من اللاعبين القدامى. سيطر التايب وغيرهم من اللاعبين. بالزبط. اه من المدربين او من الاعلامين الاصدقاء الليبيين يعني. عندهم حماش شديد او يا كابتان ايمن? تمام. حماش شديد جدا. عندهم اكتسبوا ثقة انه اه مسجلين تلات اهداف دخل مرماهم هدف اه وحيد. حاسين انه الدنيا بالنسبة لهم اه فيها ثقة حماش. انت عارف كرة الليبية كرة طف. يعني هو تاكلنج تاكلنج الاشتراك اشتراك بيكشر اه عنيب تحمار زي ما كانت كابتن جارب يقولك اه عنيك تحمار. يشوف اللاعب من عنيب. اه اه. ازاي حنقدر نتعامل مع هذا الاسلوب وخاصة المباراتين في تلات تيام دل تمانية واحداشر يعني. بالضبط. جمعة واتنين. والله انا بقول بقى فيه دور كبير جدا جدا على الميستر كروش ان هو اه حتة الطريقة هيلعبنا ازاي? والمبارات الاولى هنا في اه يعتبر في ملعبنا. اه رؤيته هل هيلعب اه باربعة تلات تلاتة اربعة اتنين تلاتة واحد. فدي برضو بتختلف. بتختلف مثلا انت انت عندك لعيب زي الترهوني يعني بيلاقب ناحية الشمال يعني ناحية اكرم توفيق. هلا هو اكرم توفيق مطالب انه هو يؤدي الواجب الهجومي اكتر من الواجب الدفاعي ممكن تبقى خمسين لخمسين. ممكن نفاجئينا لعب احمد فتحي اه او احمد فتحي. انا ده اللي انا بقول يعني لقصد ان انا احمد فتحي مطالب انه هو مثلا هيلعب اهل هتلعب ناحية الترهون ان انا مطالب ان انا هجوميا أبقى نسبتي أكتر من ناحية الدفاعية بتاعتي ممكن الناحية التانية برضو أيمن أشرف ممكن يلعبه ناحية الليفت أو بالفتوح ممكن من ناحية دي نستغل لها برضو بشكل بس بالنسبة مش هتكون أكتر من ناحية اليمين طبعا أكرم وأحمد فتح انت عندك نص الملعب فيه برضو ما شاء الله يعني هل هو بقى فيه دعم لخط الهجوم انت هتلعب مثلا في ناحية صلاح هتلعبه سنتر فرود اللي هو زي ما تقول مثلا الوهم معلوم أو الوهمي في الملعب وممكن تستفاد بزيزو أو تستفاد برمضان صبحي تستفاد عبدالله السعيد أو عادل فدي كلها أمور مطروحة عندك الكسافة الهجومية كابشوبير في ملعبك هنا ولازم المبارادي بإذن الله بإذن الله تخلص مباراتي الليبي أن انت تكسب المبارادي هنا فتبقى انت يعني هلا يبقى فيه توازن دفاعي وفي الهجوم انت هتقدر تجازف التشكيلة بتاعتك هي اللي هتبين من الكلام ده كلك بشوبير ده هنطريت اللي أنا بتكلم انت هتلعب فريق أعرف لما بتلعب فريق بيلعب كورة وتك وتيك تبقى الدنيا أسهل شوية إحنا مع الكورة العنيفة شوية ودي طبيعة لعب زي مثلا جزائر عنده طريقة لعب غير تونس مثلا في عزيم عندهم قوة مبالغ فيها أحيانا وبالتالي محتاجة شوية محتاجة شوية زكاء في التعامل هل شايف انه كروش واخد باله من المنطقة بالتأكيد لازم يكون واخد باله لكنه حيواجه ده ازاي ده سؤالي بس برضو لازم عشان أدخل مباراة زي دي مباراة دي يعتبر فاصلة ان احنا نكمل ان شاء الله بإذن الله انه محتلين الصدارة بإذن الله فلازم برضو الثقافة بتاعت مستر كروش انه هو ازاي يعكس للعيبة انه هو المباراة دي احنا محتاجينها ازاي يعني امتى عندك الاصرار بتاعك امتى تقدر تدافع بشكل كويس ان ان انت تبقى متسيد الموقف في كل الكرات او الاستحواز في الكورة امتى ازاي تاخد الكورة التانية دايما باستمرار ازاي ان انت برضو تقابل العنف او مش العنف في الكورة يعني القوة والعنف والاصرار والعزيمة تنقل الثقافة دي اللاعبة بتاعتك نعم فدوة اهم حاجة ان انت انت هنا في مرعبك ومحتاج التلاتة نقاط باي طريقة طبعا فبالتالي انت المدرب يعني عليه عامل كبير جدا جدا ان هو رؤيته للمباراة دي اكيد هينقلها داخل اللاعبة نعم فبالتالي اللاعبة اه برضو عليها عامل كبير ان دي اللاعبة دي الادوات اللي هي هتنفس نعم فالادوات اللي هيتنفس دي لازم اللاعبة ديت ازا كانوا هيعملوا كمجموعة واحدة ان شاء الله هيكون نعم المباراة في صالح المنتخب مصر يا رب ان شاء الله فانا لكن شغل الفردي مش هينفع خالص كبير شو بيه طيب عندي من المحترفين في الخارج هاخدهم من الديفنسي حجازي تمام انني صلاح كوكا مصطفى محمد عمر مرموش تمام تتوقع مين لمنهم ممكن نشارك انا بقول احمد حجازي هيشارك اوكي تمام اه اه ممكن اه طبعا اكيد محمد صلاح يشارك تمام اه شايف ان الاتنين دول هما ممكن يشاركوا كتاب مصطفى محمد موخور اه مصطفى محمد اه لو الراجل اللاعب بسنتر فرود اساسي اه انا بفضل مصطفى محمد تمام اه الراجل اللاعب بقى اه زي اه كتاب محمد صلاح جدا اه سنتر فرود اه غير مرق يعني فانا شايف ان اه طبعا هيبقى زيزو او اه رمضان صبح النحو كل المؤشرات تمام بتقول ان كروش بيفضل اربعة تلاتة تلاتة تمام كل المؤشرات بتقول كده يعني تمام لو خلينا نمشي معاها في سكة اربعة تلاتة تلاتة تمام ونقول حنلعب التشكيلة من وجهة نظرك تبقى ازاي مهندك دلوقتي احمد حجازي ناخد من بداية الحارس الحارس طبعا اه هيبقى الشناوي نعم تمام اه اكرم توفيق ايوا اه احمد حجازي ايوا اه الوينش تمام ايمن اشغل في ناحية الشمال اوكي اه نص الملعب اه في طرق حامد ايوا وفي السلية تمام لحمد صلاح طبعا لو لعب نعم اه هيبقى اه رمضان صبحي ايوا اه يمكن عبدالله السعيد ايوا اه مصطفى محمد مصطفى محمد طيب تقسيميا في الملعب بشكل اعمل ازاي هالعبدالله هيقوم بدور صنع الالعاب ولا اه هو مبضب بيعتمدش على صنع الالعاب لا هو اعتمدش على صنع الالعاب بشكل اساسي بس عبدالله السعيد ممكن انت عندك لعبة ما شاء الله يعني عبدالله السعيد ممكن يوصل صلاح في جزء من الثانية نعم فتحركات صلاح و قدرته ان هو يقدر يسجل هدف دي اه نسبتها كبيرة جدا طبعا تسعين او خمسة تسعين في المية نحن ممكن الموضوع ده بالنسبة لعبدالله في تفاهم جدا جدا بينه وبين اه صلاح برضو نفس الكلام بالنسبة لرمضان اه صبحي ان هو العيب مهاري تقدر تعتمل عليه في الجهة اليسرى ان برضو في تفاهم بين عبدالله وبين رمضان الصبح عبدالله السعيد وبين رمضان الصبح اه بالنسبة للمصطفى محمد اه العيب طبعا اه خبرته زادت كتير جدا جدا بقى كل الشاغل بتاعه داخل منطقة الجزاء وفي ناس ما شاء الله في تفاهم دلوقتي يمكن بين كان صلاح المسلس ورمضان وبالنسبة ل اه مصطفى محمد عبدالله بيقوم بدور الربط بين اه من من نص الملعب ورقم عشرة مع خط الفراو ده زادة العددية بتاعتنا تبقى جاية برضو من احدى الاطراف مش هالان على مصطفى محمد انه ما بيشارخش تقريبا مع جارة السراي الا في دقايق معدودة واحيانا كتير بيبقى على دكة البودلاء يعني طلعته الهيلة مع الزمالك الموسيب الماضي ثم مع جارة السراي مع اه بداية انتقاله هناك ده مش مخوفك شوية على حتة انه ممكن يبدأ اساسي لا هو هو بداية مصطفى محمد هناك اول ما راح كانت عشرة عشرة في الفترة الاخيرة دي بس ابتدى الكيرفي ينزل شوية حتة عدم المشاركة دي بس برضو يعني مصطفى محمد عنده الكتير من القبرة ان هي مش هكون بعيد جدا عن المبراب مثل طالما جيه خلاص انت شايف خلاص انا شايف ان هو العيب العيب يعتمد علي خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل هتكلم يعني هحاول اجيب رؤوس الحربة اللي موجودين في كل اندية الدور العام وقارن ما بينهم وبين ايام كابتن ايمن منصور وهحاول اتكلم هل عندنا ازمة في مركز رأس الحربة طب ازاي عندنا ازمة عندنا محمد شريف هدف الدوري عنده واحد وعشرين هدف وبيلعب في النادي الاهلي هل هي ازمة وهمية ولا بالفعل هي ازمة موجودة نعرف ده من الكابتن ايمن منصور بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد عزائي المشاهدين طيب كابتن ايمن قلتلك قبل الفاصل على روس الحربة خلنا نبدأ بالروس الحربة المصريين يعني نبدأ مثلا بالنادي الاهلي هتلاقي محمد شريف احمد ياسر ريان كان قبل بعدد انا بتكلم عن عدد ترتيب الاهداف تمام شريف واحد وعشرين هدف رأس حربة الاهلي احمد ياسر ريان كان سيراميكا خمستاشر بس المرسي كان المقصة جابت ناشر احمد علي جابتناشر كان في البنك الاهلي عمر السعيد في الجونة جابتناشر شكرا جيوف الاسماعيلي جابتناشر عمر جمال في طراء الجيش جابتسعة حسام حسن في سموحة جابتسعة عبلي ما يسافر الاحتراف في ليبيا ناصر منسي في طراء الجيش جابتسعة شادي حسين في سيراميكا جابتسعة احمد عاطف وديديجلا جابتسعة فادي فريد جابتسعة صراح محسن جاب خمسة مرون حمدي خمسة دول الجباس أربعة خلد أمر أربعة أحمد جمعة تلاتة دول أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تبني تسعة عشر أحداشر أتنشر أتنشر أبطاشر أبطاشر سبعتاشر أعيب من الأندية المصرية فيه عفوا يعني أه سبعتاشر لعيب فيه أكتر فيه أندية مكررة يعني مثلا فيه نادي مثلا زي نقدر نقول نادي سراميكا شاد حسين وأحمد ياسر ريان وناصر منسي وعمر جمال مثلا في طلاعي الجيش وغيرهم من اللاعبين يعني شايف إن دي نسب مقبولة نسب معقولة لحد ما جيب لك أو لحد ما نتناقش مع بعض في اللاعبين الأفرق هل مثلا إلغاء حراسة المرمى أو مركز حراسة المرمى في الدور المصري أثر بالإجابة ولا بالسلب وما نقدرش طبعا نلغي مركز حراسة المرمى ما احنا متعاقدنا على لعب في أي مركز يعني هل أثر وجود اللاعب الأجانب على قدرة اللاعب المصري دي نقطة مهمة جدا أنا كابشو بي اللي انت حضرتك تكلمت فيها ديت زي ما احنا كنا بنقول حراسة المرمى بلاش اللاعب الأجانب برضو بالنسبة للمركز راس الحرب احنا عندنا ما شاء الله في المركز ده لعيبة هدفة كتير جدا نعم ولعيبة قادرة إن هي تشيل أنديتها وقدرة إن هي الله بإذن الله في المستقبل القريب إن هي تشيل منتخب مصر لكن برضو لازم اللاعبة دي تاخد فرصتها كويس ما هو برضو لما أنا جيب روس حرب كتير محترفين هنسيب إيه فرصة للعيبة ديت إن هم يقدروا يشاركوا في المبارات ويقدروا يسجلوا ويقدروا ياخدوا خبرة مبارات إزاي فأنا شايف إن أنا يعني مثلا أنا عن تجربة برضو كابتن شبير آآ يمكن كان البداية النادي الأهلي وبعد كده السكة الحديد تاخدت منتخب مصر من النادي السكة الحديد كابتن شبير نعم وكنت جايب برضو كنت أنا هدف الدوري بعد محمد رمضان نعم تاني هدف الدوري وكان محمد رمضان يلعب في النادي الأهلي نعم وأنا بلعب في النادي السكة أحمد الكاس كان برضو ما شاء الله كان في النادي الأولمبي فإحنا مصر الحمد لله يعني بطبيعتها فيهم هدفين ولعبة كرة كويسين جدا بيلعبه بس هي إزاي يبقى في السمريف ومبوريات يعني دي مهمة إزاي ما احنا برضو عملنا موضوع حراسة المرمى إن احنا مبلاش لعيبة مختلفة ما انا مش هتقدر تعملها في اللعبة في المرمى برضو برضو كابتن شبير يعني آآ الانديا بتستسهل آآ إن احنا نجيب اللعيب اللي هو المحترف وساعات بيبقى مش بالشكل المطلوب يعني دي برضو آآ لعيبة كتيرة جدا جات قيرة إن أنا آآ أبقى فيه طموح أعلى إن أنا عايز أبقى في منتخب مصر وعايز أبقى في نادي كبير وعايز الطموح بتاعي كان كان آآ كبير شوية صحيح فبالتالي دا قوت برضو اللي اداني الجراءة إن أنا كنت المبارد ديتها الجراءة إن انت خلاص يعني وصلت المرحلة تانية خالص فاللعيبة دي وفيه لعيبة تانية كمان يا كابتن شوبيت بس العين 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 اللي تشوف طب داي خليق اللي يتجرق ويددي مين أكتر مدرب جريء في إعطاء الفرصة أنا أنا شايف إن طبعا كان كابتن جوهر الله الله الحمو أنا بكلم دلوقتي في الوقتي الحالي يعني دلوقتي أنا شايف برضو كابتن حلم طولان حلم طولان برفع عليك هو أكثر ومجرق علي بالضبط كده يعني يعني بيددي حتى في الأجانب جريء يعني بيجيب لعيبة الناس تعرفهاش تلاقي بوك ده نور أهائل أنا شايف بس برضو إن لا فيه مدربين برضو يعني هتحس إن هم عايزين مدرب بصماء كابتن أحمد سامي برضو نفس الكلام يعني فيه لعيبة ما شاء الله بيتجرق ويدديها كان طلاعي الجيش عبد الحميد باسون أه يعني حاجة برضو إن هو بيدي بحيس إن إحنا شايفين هنا لعبين من طلاعي الجيش برضو الناصر منسي وعمر جمال بالزبط كده فأنا شايف وسبحان الله اللي طبع رضا شحاتا رضا شحاتا ماشاء الله نعم يعني إحنا إحنا لعبتنا أو مدربيننا كابشوبير بيبقى عندهم النظرة اللي هي إحساس اللي هو الفرود اللي هو أنا أقدر أديله وأقدر أساعده إن هو يقدر بعد كده يبقى ميزلية أو فيه إن هو يقدر تقربه على المرمى ماتش اتنين تلاتة لما أنا قعدت كابتن شوبير عشر ماتشات ما سجلش فيه ده صحيح بس بعمل كل حاجة في الكور ايه فدي برضو حاجة حاجة يعني مش مش قليلة بس المدرب كان بيصر إن أنا ألعب فده إصار مدرب وثقة مدرب إن هو إزاي وبعد كده خلاص بقى وصلت للتهديف إن أنت بقيت هدف دوري وهدف منتخب بلدك وبتاخد ماشات كتير فطبعا دي كانت ميزة يعني الإحساس باللعيب الفرود وبالذات اللي هم اللعيبة اللي هي عايزة مباراة كتير وعايزة خبرة كتير أنا شاف إن هي لازم في مصر الفطر اللي جاية لازم نهتم بالموضوع أو ده طيب أنت عندك الأسماء اللعيبة الأجانب فخر الدين بن يوسف في الإسماعيلي مسجل 11 وشلونجو أيضا في الإسماعيلي مسجل 6 إبوكا في إمبي مسجل 10 الجزيري في الدين الجزيري مسجل 7 في الزمالك والتربواليا في الأهلي مسجل 6 أهداف مش في الأهلي بس بين الأهلي والجونة أسطن أموتو في المصر مسجل 5 تينو بيتر الثاني بيزر اسمي من إمبي خمسة يعني اللي إبوكا وبيتر مسجلين 15 هدف يعني معظم هدف في الدورة الممتاز بالمقارنة بعد اللعيبة المصرين حقا لا اللعيبة المصرين متفوقين طيب ما دالة إحنا بنقول عنه كبشو بير يعني أنت مثلا فخر الدين بن يوسف أقصى اللي هو مسجله 11 هدف وده فروت كويس على فكرة طبعا فروت كويس لما تيجي تقارنوا بمحمد شريف أو أحمد ياسر ريان باسم مرسي أحمد علي عمر السعيد نعم فبالتالي برضو يعني الأغلبية للعيب المصر نعم فالعيب المصر المفروض إن اللعيب الأجنبي ده يتفوق بالضعفة كبشو أو مرة حلوة ده كلام مهم ومفروض عشان بدأ مختارة جيب اللعيب اللي هو ينور زي ما حصل مثلا مع منويل زي ما حصل مع فليكس زي ما حصل مع فلافيو بالضبط كده هكذا أتاكة يعني في أسماء في أسماء كبيرة نورد طبعا بالضبط كده فكان كانوا فرقين عاملين صنعين فرق كبير جدا بينهم وبين اللعيبة بتاعتنا لكن لما أجي أنا اللعيب الفيلو أجي لها بأخذ تحطياتي واللعيب خرج القائمة ما ينفعش وكمان المشكلة الأكبر كبشو بيرفي إيه إن انت بتجيب اللعيب عشان أنا مديله مبلغ كبير فبالتالي لازم ألعبه فدي بتأثر على نفسية اللعيب المصري نعم فمش معنى إن أنا أجيب لعيب برقم حلو ووحش لازم أديله موفق مش موفق لازم أديله نعم نيجي نلاقى لزمة التهديف في الآخر حداشر عشر بالنسبة جون جون إبوتاو وطبعا مع الفرق النادي يعني ممكن يكونوا بلعب في الأهلي أو في الزمال وبعدين أهلي وزمالك بعدين سيف راح الزمالك الدور التاني بالزبط كده نعم بس برضو بس برضو تحس إن اللعيبة الأجاني برضو مفيش إن انت الطفرة اللعيب اللي انت حطه إن هو بقى سابق اللعيبة المصري يعني مسلا زي الموليد أظهر وجيل أهلي أول سنة جاء خدها تدافت دوري تمام مسلا في اسمي بس عشان هو مش رأس حربة فمش محطوط لكن هو هتدافت بالزبط كده بيتنا الثقة الكبيرة اديهم مطشاط و اديهم الحرية الكاملة إن انت اديهم الثقة الثقة إن هم يبدعوا في المباراة وبعد كده هتلقوم فيه تاك كويس سؤال مهم أولا فضلك حضرك اشتغلت مع الفريل أول و اشتغلت مع قطاعات النشئين بالزبط دايما دايما بص من زمان من أيامية و من قبل أيامية يعني أنا عدي لك أسماء في الأهل و عدي لك أسماء في الزمالك و عدي لك أسماء في كل حتة دايما التفكير الأول بره و طلعت كده يعني مقولة زمان ما كانتش لطيفة يعني يقول لك شراء العبد والربيته أنا متأسف على أنا ما بحبش أصلا المثل ده بس هو مسلا كان بتطبقه بعض إدارات الأندية و لك يا عمي ما نجيب أي من منصور جاهز من بره بدل من يسه مستنى أحمد شبير ده الله أعلم ولا 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 و أنا عندي اختاع نشئين وبصرف عليه قد كده و جاي بمدربين قد كده لكن دايما الأولقاوية اللي مان هو قادم من الخارج طب هل الجماهير و أنا لو جيت قلت الكلام ده يا جماعة أصبروا ده أنا عندي شبير و عندي آيمن و عندي فريد و عندي سعيد دول حيبك و كويسين أوي بلوك طب الجمهور حيستحمل هل القصة إنه الجمهور ما بيستحملش هل القصة الناس بتبقى خايفة إن أنا ممكن نخسر بطولة وبالتالي أروح للجاية زي حسن من التفصيل لا بصك بشبير إذا بصنا لهم إذا عمل حساب للجمهور الجمهور لي كلها اللي احترموا التأدير و عمل حساب أنا عايز أعمل حاجة بتخدم أصل النادي إذا كنت أنا عايز مجلس إدارة و خايف إن أنا عايز أجيب لعيب جاهز والعيب الجاهز ده زي ما احنا بنقول برضو معلش ما دناشي الوضع الطبيعي مش عارب للهداف ما انت بتجيبه ممكن يطع قويس أيوة وبعدين ده أنا جايبه بعدين ما بيزورش جايبه برضو نادي الأهلي وهداف لناك والتربوالية وبعد كده جي النادي الأهلي و نادي الأهلي ما شاء الله يعني صحيح يعني كل العيبة بتخدم على والتربوالية فبالتالي إنه نسبة التربوالية بتاعته مفروض تزيد نعم فبتعمل فرق كبير جدا كابشوبير لكن أنا بالنسبة إن أنا اللعيب اللي هو الصغير ده إن أنا بصة كابشوبير مصر فيها لعيبة مواهب كبيرة جدا كابشوبير بس عايزة الاهتمام من تحت أنا اشتغلنا في قطاع ناشئين و اشتغلنا فريق أول المفروض إن أنا برضو معلش القطاع ناشئين ده بتصرف عليه قد كده وبعد كده على الأقل الزبط هتطع لك فرود اتنين تلاتة ما ده ده وبعدين ايه ده متربي في النادي نعم يعني معنى كده بالنسبة الكابشوبير يمكن أنا خدت فترة كبيرة في النادي الاهلي نعم يمكن حضرتك كنت متواجد في الفترة دي طبعا كنت برضو هتدفك طاع الناشئين في النادي الاهلي محصلش نصيب إن أنا كمل في النادي الاهلي كان عشان إصابة وكان نعم طلعت برة النادي الاهلي كان برضو فيه اسماعيلي كان عايزني بس قلت لا خلينا في مصر في القاهرة في القاهرة فطبعا وانا ربما روحت السكة بطلت تهديف سكة يعني كمان إن أنا كملت مش مش خلاص كده وثبات لا كملنا لما طلعنا منتخب مصر من السكة الحديد وقفنا لا كملنا وتقعدت خمس سنين وكان حضرتك حضرنا كابشوبير مع حسام حسن أنا وحسام حسن بنتحط نمرة واحد في الملعب صحيح فبالتالي كنا شالين كبير ما وقفناش قد اللعب المصري اللعب المصري اللي ليه اللي ليه إنه هو كابشوبير بيشيل هموم كتيرة جدا علشان يبقى مثلا بيتقال إنه لعندي هدفين كبار في الدور المصري ندي فرصة مرة واثنين وثلاثة كابشوبير فيه في المحافظات لعبة كويسة جدا بس برضو ولعبة هدفة وفيه مواهب كبيرة جدا سواء الصغيرين أو الكبار كابشوبير عايزة اللي يديها فرصة عايزة إن هي نهتم بيهم مش أجيب اللعيب الجاهز وأقوله اتفضل خد فرصة مكان اللعيب المصري أي نعم إحنا لازم نكون واخدين في الاعتبار إن إحنا فيه مساعدة آه من اللعيب اللي هو المحترف اللي منجيبه من بره عشان يساعد بس مش بالعدد الكبير دول ده بياخد فرصة لعيب مصري ممكن ياخد فرصة ويمكن يبقى عندي أكتر من اللعيب في المكان ناصر الحربة ده لكن اللي هو لعيب ابن النادي المفروض ده كابشوبير نديله فرصة كبيرة المفروض العين اللي هي تشوف المدربين عليها عامل كبير جدا جدا مفيش حاجة اسمها بقى إن أنا بدام جايب لعيب ودافع فيه رقم يبقى لازم ألاعبه لأ لما أنت كده بتحجب فرصة موهبة مصرية إن هي تشارك وتقدر تدي وبعدين برضو العامل التغيرات اللي جوه برضو بتاعة لعيب المصر كابتن حتة الغيرة حتة الطموع حتة إن أنا الإصرار والعزيمة دي بتاعة لعيب بتفرق كابتن بتفرق جميل جدا يعني أنا أنا فيه أكتر من لعب برضو يعني أفريقي يمكن البداية بتاعته كانت كويسة مع بعض الأندي نعم كانت كويسة وكانت أكتر من رائعة لكن لما هو بقى خد واستريح ابتدى الإنتاج بتاعه يقل نعم خلاص استريح وخلاص ابتدى الأمور بتاعته المادية تتزبط وابتدى إنه هو بقى يعني حل وواحش هيلعب لكن لا إحنا عايزين نغير مفهوم ده كابتشوبير عايزين نقول إن اللعيب المحترف ده جاي عشان يعمل طفرة في الناحية الهجومية في الفريق بتاعي عشان برضو اللعيبة اللعيبة اللي في الأندية تقدر تستفاد نشوف منه حاجة جديدة فده ده المفروض اللي إحنا نشوف اللعيب هنقدر نستفاد منه ازاي أو اللعيبة تقدر استفاد منه خليني أروح معك على التشكيلة بتاعت الأهلي والزمالك وانت صلح لي شوية لو أنا بنسى يعني مثلا لما نروح الأهلي هللاقش ناوي حارس المربع هو كان من أبناء النادي الأهلي تمام بس ده عاد تكذا تكذا ما بين حرس الحدود وما بين طلاع الجيش وما بين مش عارف الانتاج وما بين الداخلية وبعدين بترجد وبعدين ثم عاد إلا النادي الأهلي فبس شناوي تمام ناحية اليمين أكرم idgeي من محمد هاني من أبناء النادي الأهلي تمام في القلب رامي من أبناء النادي الأهلي تمام أمان أشرف كم من أبناء النادي الأهلي وخرج وراجل لف وكسر الدنيا مع اسموها سمعات ياسر إبراهيم من خارج النادي الأهلي بدر بنوم من خارج النادي الأهلي علي معلول من خارج النادي الأهلي محمود وحيد من خارج النادي الأهلي عمر السلية حمدي فاتحي أليو ديانج الشحات محمد شريف حسام حسن صلاح محسن طهر محمد طار هتيجي تقولي أما روح للزمالك هتلاقي مثلا جنش وأبو جبل وعواد الثلاثة مش من نادي الزمالك يعني مش من ابناء نادي الزمالك تمام بتكلم insects cuatro برة محمود علاء برة عبدالشافي اصلا جاي من برة ولو انه بقى إعتبر من ابناء�� celular لكنه من برة فتوح من ابناء نادي الزمالك حازم كابتنه من ابناء نادي duy�� شكبالة كابتنه من ابناء نادي الزمالك طريق حامد بن شرقي الجزيري كان فرجاني زيزو كلهم من خارق نادي الزمالك في حد هو لي الله وانت ليه بتتكلمه عراس Marx فرقتين اهو اجمد فرقتين واكبر فرقتين في مصر تسعين في المية او تمانين في المية من اللعيبها من خارج النادي. سياسة سياسة الاندية اختلفت اكب شو. نعم. سياسة الاندية من بالزبط اه بقالنا خمستاشر سنة. السياسة الاندية كلها اختلفت في ايه? في ان انا اجيب اللعيب الجاهز. نعم. انا عندي قدرة وعندي اه نحية مادية كويسة. فبالتالي بدل ما انا اروح ادفع اه فلوس في قطاع الناشئين. مم. واستنى بقى لغاية لما قطاع الناشئين ده تطلع للعيب او اتنين. لا. الاسهل ان انا اروح اجيب. العيب جاهز. بس كاب شو بير في حاجة بقى كلنا لازم برضو ناخد بالنا منها. ان في بعض العيبة كاب شو بير بنجيبها او بتيجي الاندية برة. بتبقى برضو عايزة وقت. ده صحيح. ده صحيح. يعني انا في ناحية التاكتك وناحية التنظيم وناحية الفكر. معلش يا كاب شو بير? لعيب اهلي وزمالك بيبقى مختلف. مش عايزة كلام. مش عايزة كلام. ولازم بيبقى لعيب. مم. بيبقى اللي هجيبه شبه اللعيبة اللي موجودة اللي هي بتاعت بتمسل اهلي او زمالك. فبالتالي دي دي بتسبب مشكلة كبيرة. اللعيب اللي انا بجيبه من برة. ازا ما كانش شبه اللعيبة بتاعت اهلي وزمالك. وشبه ان هم لعيب يقدر يجيب بطولة ويلعب بتاعت ضغطك كبشو بير. نعم. ويقدر انه هو اه يتحمل مسئولية انه هو كل مباراة بطولة. يبقى ده لعيب. دي راس الحرب. يعني. 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 مسلا محمد شريف هنجيب كما جمهات هدف مختلفة يعني. معا. يعني انا اللعيب بقى لازم عشان يبقى شبه اللعيب ده. ممكن اللعيب تاني يجي. طب انا هجيبه من برة بس عايز وقت. عايز وقت لما يبقى على الاقل ياخد الفكر بتاع اللعيب. بتاع نادي الزمالك. نعم. او بتاع النادي الاهلي. نعم. فانا برضو دي يا تكبشو بير. يعني. اه ان انا اه ادفع مبلغ في في لعيب جاهز. يعني انا اشوفنا برضو اومر السعيد يعني. نعم. وبعدين ايه ده اومر السعيد راح من نادي الزمالك. للجونة. نعم. موقفش وتعلق. نعم. وابتدى يسجل اهداف. نعم. شريف لما لما طبعا. نعم. طبعا. وعمر. وعمر افتلاق الجيش كمان. طبعا. كان. طبعا. كان ما شاء الله هتداف. طبعا. لكن انا بقول لك يا تكبشو بير. في لعيب. شابه لعيبة ان هو ييجي. يلعب على طول. مش هتبقى مؤسرة معاه. مه. وفي لعيب بياخد وقت. وهتعب معاه. وفي الاخر ممكن ييجي معاك او ما يجيش معاك. مه. فدي دي المشكلة اللي اللي بتبقى اه اللعيب الجاهز. فمش مش كل اللعيب جاهز ان هو هجيبه هتلاقيه شغال معاك بسرعة. طيب. خليني ارجع تاني لقطع الناشرين. تفضل. 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 ده مين احمد ياسر. ياسر. اه. جول حلوة اوي. اوي. واحمد ياسر. ما شاء الله كمان يعني. طبعا. حاجة ابتدأ بقى. بقى علامة في الناد في 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 مصر يعني. اه. انا لعيب ما شاء الله هداف. وادر يشتغل على نفسه. شاد حسين ده من المجموين الكوهسين او كمان خلي بلد. وشاد حسين برضو ما شاء الله سبع اهداف يعني حاجة. لا 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 لعيب كوهسين اتصاب بس فترة. اه. خلينا اسألك سؤال. فضل لك. مهم. الا وهو ايهما افضل بالنسبة للناشئين. يعني وانا في مقطع الناشئين دايما بيبقى سراع. انا ده يعني مش هقول لك رأيي. لكن انا اطلع لعيب فريق اول ولا انا افوز ببطولة تحت? لا انا انا طلع فريق انا طلع لعيبة للفريق الاول احسن من انا افوز ببطولة. يعني حسب المدرب عليه. كبتشوبير. يعني حسبه على انه ما طلعش لعيبة افضل ولا انه. لا. ما خدش بطولة برضو. لا انا مانيش جاعب البطولة. نعم. انا بعمل ده كله عشان اساعد الفريق الاول. صحيح. لو طلعت لعب او اتنين اتنين لعب واحد. نسأنا. مين اللي كذبان? نعم. طبما النادي اللي كذبان كبتشوبير. نعم. معلش طبما انا اشتغل على كده. مم. كبتشوبير لو احنا ركزنا في قطاعات الناشئين في الاندية الدور الممتاز بسة كبتشوبير. في كل لعيب. مم. واحد او اتنين اصعده فوق. شوف انت هيكون عندك كام لعيب. في اندية الدور الممتاز بس. كل نادي. اه. واحد او اتنين كل سنة. شوف بقى انت هتجيب بقى كل محافظة بتشغل على كام بحب اتفرج على مانشات الناشئين. بحب اوي. فالنهار ده كات اه كات متزاعة مباراة الاهلي والشارعية للدخلات. اه. اتفرجت عليها. تمام. لقيت ولد باكليفت اسمو احمد اشرف. اه. استوى كمنه جاب جون علامي. اه. لكنه الولد كورته حلوة حلاوة. اتفرجت عليه في ماتش الاهلي وبترجيت الودي. وبعدين شفت كمان ولد سردباكس محمد مغربي. تمام. الولاد دول لو ياخدوا السخة حاجة حلوة قوي. حاجة في الكرة كابشوبير. في مواهب في مصر. انت لما تيجي تطلع لعيب او اتنين. من الدرجة الاولى. من الناشئين. تمام المكان الناشئين ده هيفضل. هبتدى شوف جوه. نعم. وبره النادي ان انا ازاي اجيب لعيبة. وفيه لعيبة. احنا انا يمكن كنا مسك في في الاتحاد الكورة. وكان معاك كابشوبير. نعم. في الاكاديميات. الاكاديميات. مم. مش هقولك مواهب عاملة ازاي. مم. ودول لسه اكاديميات. يعني لعيبة تقدر تقول عليهم مواهب. مم. بس عايزة اللي اكتشفها كابشوبير. احنا. صحيح. لاب فينا. لاب فينا روحنا اسوان وروحنا. نعم. وروحنا اه ضبياط وروحنا اه اسكندرية وروح من بحر الابل البورسعيد. نعم. لمرسمة. شفنا لعيبك. يعني مش هقولك مصر مصر. لما تيجي انت بقى اللعيبة. يبقى عندك فايد في الناشئين. وبتساعد. لا ده يبقى عندك كم كبير جدا. وده كله ينعكس على منتخب مخ. خلينا عشالوقتي بيجري معاك وكلام معاك ممتع. طبعا. لكن عندك تجربة شخصية مؤلمة انت قلت عليها عدت عشر مطشات ما تسجلش اهداف. تمام. وبدأت تتعالى الاصوات واو او 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 ازا قدرت تتغلب على الازمة دي. وهل الهدف اللي انت افكد بيه صمك على هدف فيه شباك النادرية بس مش فاكر الجونس مويل اللي انت جدت في اه فكرة انك تقعد عشر مطشات ما تسجلش اهداف. وهجوم جماهيري وهجوم اعلامي. ازاي قدرت تتغلب على ده كبت النعيم. كبت شوبيل يعني انت بالنسبة للعيب. ازا ما كانش عنده اصرار. ايه. ان هو عايز اه يوصل للتموح بتاعه. وما فيش يأس. هتوصل. حتى لو قابلك ايه. اه انا اللي كان مصبرني كان اه مستر ديفيد مقاي. والله. يعني ده كان اه راجل بيقول لي انا مش عايز تعمل حاجة. خلاص. انت بدان بنكسب المبارات. هنا كان دور المدرب. ايوة. اه. دور مدرب ويديك السقة كمان. اه طبعا. اه دور مدرب. يعني ديك السقة ويدعم فيك ويزوء فيك. وقالك انت بتعمل كل حاجة في الكورة. نعم. كل اللي انا بطلبه منك بتعمله. بس اللمسة الاخيرة دي انت ما يعني اه لقي فيها. لحد ما ربنا. لغاية لما ربنا كرامني. يعني مبارات الاهلي كان هي لفتحة دور المدرب ديف مكايوة. طبعا. طبعا. تفرج. خلينا اسألك بسرعة برضو شوية اسئلة مهمة. فضل. اللي زمالك حتى هذه اللحزة وفضل اربعة ايام على غلق باب القيد لان النهاردة خلاص بقى يوم تلاتة ولسه قصة القيدة. زمك مكانش عمل صفقات كتيرة. حمد النجاز. اه. 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 وشابانة. وعمر كمال عبدالوحل. اه. مع اه مركاته رائع للنادي الاهلي. ميكي سوني. على حسام حسن. على كريم فؤاد. على بيرسي او. اه. اه. فكروني يا جماعة لو حتى عشان بسر ما بقاش اه اه نسيت. شايف انه اه اه الاهلي قصة اه اه خسارة الدوري اتعلم منها وبالتالي بيزود لعبته بالشكل ده. ولا زيادة عدد اللعبة ممكن يعامله مشاكل داخل الفلاة. هي كل مدرب كابت سبيل برضو. مم. وكل مجلس ادارة. مم. قادرة بفريقه. احتياجات فريقه ايه? مجلس إدارة بالتعاون مع فكر المدرب محتاج إيه في الفترة اللي جاء ديت أو محتاج إيه الموسم القادم أنا شايف إن نادي الزمالك يعني ممكن يكون روتوش صغيرة ما بين إن العيبة مثلا في سنتر فيرود ممكن السلدباج ممكن الطرف من الأطراف لكن في الأول وفي الآخر نادي الزمالك نهي بشكل كويس بالنسبة لخط اللجوم وعنده شكل فرقة كويس نادي الأهلي ممكن يكون محتاج لأكتر من مركز بحيس إنه زي ما حدك قلت خسارته للدورة يمكن دية اللي خليته برضو إيه إنه هو يتعاقد مع أكثر من لعب فأنا شايف إنه برضو تعاون مجلس إدارة مع استكرار الجهاز الفني وعودة وناجمة برضو حاجة كويسة وعند تفصيل فاتحة كويسة يعني ده ده زاد العراض دي كمان الاعراض دي يا كاب شوبيل لما لما العيب يلعب باستمراره ويجي خد الخبرة وخد الثقة كبيرة إنه هيرجع على الفرقة بتاعته لأ هيبقى دعم إيجابي من السلبي خد بقى معايا الأسئلة السريعة فضل الهدف الأغلى خلال مشوارك في الملاعب هو السوبر أنت لازم تحطي السؤال ده خلي خلي هند بنتنا الجميلة هي اللي تقدر تقول طبعا نادة في السوبر بالتأكيد أغلب طوله حققتها سواء مع النادي أو المنتخب آآ مع النادي اللي هو السوبر طبعا ومع المنتخب كان البطولة العربية البطولة العربية إنه كنهم مطالبين كان على يدك نعم نحن كان لازم نجيب البطولة دي ونرجع وكنا بنص فريق وكنا بنص فريق كنا تلمينا كده في أكتر من يوم ما سفرتش يعني بالضبط تجربة الجاري مع الزمالك كانت ناجحة بكل المقاييس رغم أن احنا وفزناش ببطولة الدوري تجربة كابتن جاري مع الزمالك أكيد كانت ناجحة أكيد هتقول إيه لأحمد أيمن منصور لو جالوا عرضي من نادي الأهلي لا دي أقول لك يعني هو طبعا هو صاحب القرار ندمان عشان ابتعدت على التدريب واشتغلت في الجانب الإداري لا مش ندمان هو هو الغاية انبارح والنهاردة وبكرة برضو يمكن كان تجاه للتدريب لكن بعد ما رجعت من بره أنا كنت لغاية آخر وقت كنت في دوري ما شاء الله دوري كبير وكنت بتتعامل مع جنبك كان فييرة ولو دروب ومدربين عظام وتعلمنا كتير في التدريب بس برضو الاتجاه الإداري هنا في مصر هتاخد وقت كتير جدا لما تخش في التدريب يعني أفضل مواجن في مصر حالين هو أنا شايف مصطفى محمد ده على المستوى لك على مستوى الدوري المحلي الدوري المحلي طبعا في كتير يعني قل لي اسم يعني عندك اقول لك ايه مش عايزين بس يعني عندك ياسر ريان عندك محمد شريف هدف الدوري اه طبعا طبعا محمد شريف افشا اه لا لكن رأس الحربة رأس الحربة ياسر ريان ومحمد شريف بالزبط تمام رأس الحربة مش اللعيب اه رأس الحربة اه اه افضل مهاجب تمام العيب ده من وجهة نظرة هيكون مفاجئة الدوري هزا الموسم اه مصطفى فاتح مصطفى فاتح الاقرب للتقاهل النص في نهاية كأس مصر من بين الاهلي وبرامدس يعني الاتنين فرصهم خمسين 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 خصارت الدوري ثم السوبر انها شهر العسل بين المسلماني والجمهوري الاهلي صح ولا غلط متهالي خلت الامور برضو في شك شوية بالزبط اي نتيجة غير الفوس في القاهرة والتعادل في ليبيا ممكن تني تجربة كروش مبكرا مع المنتخب المصري لا الكرة وارد فيها كل حاجة اه لا انا بقول لو حصل نتائج غير كده لا يكمل يكمل المدير الفني الافضل بالنسبة لأيمن منصور كالعيب في تاريخك المدير الفني افضل من ممكن تقول واحد مصري واحد اجنابي عشان رايحك لا تاني افضل مدير فني درب ايمن منصور قول واحد مصري واحد اجنابي اه مصري طبعا كابتن جوهري واجنابي اه يمكن مدير فني فيه اه كان ديفيد مكاي ديفيد مكاي و وفايتس وفايتس افضل اكتر مدرب حسيت انه مش محزوز اه والله انا بقول اه يمكن اه كان فينجادا افضل مهاجم مصري عصير تخرج فترة لعبك كان اه افضل مهاجم كان برضو اه حسام حسن كابتن ايمن نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا خلنا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمستمعين وبعدين زميل عزيز الرضا الصنباطي ودوري او قسم التاني موسيقى ده تكريم يستهلوه بعد تعب وكفاح وعذاب زي ما بيقولوا يستهلو هذا التكريمه اكتر يعني لما مصر الكبيرة تكرمهم لازم احنا بقى الجزء من مصر لازم نكرمهم منشلهم فوق دماغنا كمان احنا عندنا امل في ولادنا بالصمرار والحقيقة الاعداد اللي اتعامل الهدايا والسيف كان مدي مؤشرات ان هما ان شاء الله حيرجعونا بميداليات بإذن الله يعني الاعداد كان كويس جدا وهما كانوا مركزين قوي والتدريب جد فاحنا كان عندنا الاحساس ان فعلا ان ربنا حيوفقهم وحيرجعوا بحيعلقوا حيعلقوا ميداليا ان شاء الله التفوق مش في التايكوندو بس يعني بدلي انك شفت النهاردة ان احنا عندنا ناس متفوقها في التيرو وناس متفوقها في النعام اه يعني فالعاب مختلفة كتيرة جدا انما انا بقولي ان الأعاب الفردية دايما هي لها حظ أكبر من الأعاب الجماعية اساسا ودي الحمد لله ما قدرش نقول ان احنا اكتهدنا وزي ما قلت مجالس الادرات اللي فاتت كلها اكتهدت والمدربين والمدرين الفنيين والاداريين كله اكتهد تمام عشان يعمل الأبطال ديوب الحمد لله ربنا العالمي وفعلا احساس مختلف انا بحب التكريم نادي السيد ودايما يعني متشوقة ومستنية اليوم اللي يبقى فيه التكريم بتاع النادي من ساة ما رجعت من ريو ومن ساة ما الحفلة اللي عملو هالي من بعد ريو 2016 ودلوقتي الحفلة دي كنت مستنياها بالكتير فحب اشكرهم وحب اشكر مجلس ادارة النادي كله على الحفلة دي والتكريم ده ويا رب اشوف دايما ابطال طلعين من نادي السيدة شعباية كبيرة اللي انت شايفها والحب اللي من الاطفال الصغارين بيحملك مسئولة يعني خلاص بقيت مسأل اعلى لكل الاطفال دي وكل الشباب ده يعني ان شاء الله يا رب اكون مسأل اعلى وفي حصن ظن الناس وابقى يعني دايما اكون قدوة ليهم يعني يا رب ويا رب اشوفهم هما في يوم الايام ابطال عالم وابطال اولمبياد ودايما يحلموا انهم يقدروا يوصلوا لحلمهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا تكريم طبعا ما تكون في بيتك من نادي السيد حاجة تانية وسط اهلك وسط العيبية بتاعتك فريقك يعني حاجة مختلفة الحمد لله يا رب عمين كانت حفلة جميلة جدا وانا مسؤولة لان كنت موجود النهاردة اوي سيف ايه التموه بتاعه في الخادم وهل حطت نفسك هدف في اولمبياد التاريس القادم والله ايه اولا انا عايز اقولك يعني هي ماديريا كارم من ربنا ونصر من ربنا انت ممكن تكون كويس اجتهت بس في الاول في الاخر هو ربنا اللي اديها لك الحمد لله يا رب العالمين طبعا مدعي ربنا ان ربنا يكرمنا ان شاء الله في فريس واللون الماديريا يكون مختلف ونفرح الناس تاني ونحتفل تاني يا رب ان شاء الله ونرفع على المصر دي اهم حاجة يعني ربنا يكرم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة